الفقر ليس إعانة نقدية وإنما تحسين الوضع المعيشي تحسين خدمات التربية والصحة والسكن لذلك عندما نتحدث في زياراتنا نقول تخصيصات المحافظة يجب أن تكون وفق خارطة الفقر التي تزود لكم من قبل وزارة التخطيط الخارطة تقول القضاء الفلاني هو الأكثر فقرا يفترض الموازنة تجي لهذا القضاء تشوف أكون قصب المدارس تصير هنا مدارس ونغطيها إذا كان هناك دوام ثلاثي أو ثنائي أو مشكلة في المستلزمات ما يكون مستشفى أو مركز صحي يفترض يكون هنا مستشفى ومركز صحي مجهز بالمستلزمات بالكوادر التي يتوفر خدمة الصحة للمواطنين في هذه المنطقة وهكذا تبنى الخطط حتى ننتشي لهذا القضاء من حافة الفقر تجي الخارطة وراء فترة يطلع هذا القضاء من اللون الأحمر فهنا تكون الموازنة بها معالجة دقيقة وإلا توزيع عشوائي بعيدا عن المعايير هو هذر للأمال وبنفس الوقت ترسيخ للمشكلة وتفاقمها بحيث نوصل إلى حالة توريث الفقر وهو هذا أخطر شيء من يتورث الفقر من رب الأسرة الرجل أو المرأة إلى الأطفال لأن ما حصلوا لا على فرصة تعليم لا على لقاح لا على معالجة لا على سكن السكن الآن ننفكر أيضا بهذا الاتجاه خطتنا مع الأخ وزير الإسكان عدنا مشروع لهذه الطبقات الفقيرة بهذه الطريقة نعالج الفقر ولا مو فقط نطيع عنها نقدية ونعوفها وفي القانون يسموها الخدمات المشروطة اللي هي تتعلق بمنح نقدية تعطى للعائلة لاستمرار دوام الأطفال أبناء الفقير حتى يكمل بدل ما يطلعونه وصير المشكلة أعمق ومزمنة